مش بعيدا عن مصر وإنما من دخل القاهرة ومقر الجامعة جامعة الدول العربية بالقاهرة بتعلن الجامعة مشاركتها ببعثة من مراقبيها برئاسة سات السفير خليل إبراهيم الدوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية نبك لما كان على الجامعة العربية الجامعة العربية مش هي مصر الجامعة العربية هي هذه المؤسسة الإقليمية الكبرى طبعا مقرر إجراء جولاتها الأولى طبعا في الداخل لأن احنا عارفين أنه الخارج يبدأ بإذن الله في أول ديسمبر أما الانتخابات الداخلية فهي الفترة بتاعة 10-11-12 ديسمبر إن شاء الله انتخابات في الداخل المصري طبعا ده بتوجيه من الأمين العام لجامعة الدول العربية سات سفير أحمد أبو الغيط وذكرت الأمانة العامة للجامعة في بيانها اليوم إن تشكيل هذه البعثة بيأتي تلبية للدعوة اللي طلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من سات المستشار حزم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حتى تشارك الجامعة العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية التخابات الرئاسية جاية في وسط زخم دولي وإقليمي مزهل وبالرغم من ذلك الحقيقة ملقى عليها ضوء رائع الناس سعيدة باللي بيحصل خلي بالك الناس عايزة تشارك الناس النهاردة بقت عايزة تاخد بعضها وتنزل على الصندوق للأجل الاقتراع وتقول أنا عايز المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي أنا عايز المرشح الرئاسي السيد فريد زهران أنا عايز المرشح الرئاسي السيد حزم عمر أنا عايز المرشح الرئاسي السيد عبدالسند يمام أنا عايز ده كل واحد على حسب رأيه وعلى حسب منظوره وعلى حسب اتجاهه وعلى حسب توجهه الايديولوجي على حسب نظرته للاقتصاد شايفه ازاي الناس بقت بتقرأ البرامج والرؤى الانتخابي ده شيء اكتر من رائع الناس بقت شايفة انه يا خبر ربيد ده موضوع غزة ده فدنا جدا في الانتخابات طب ازاي الناس بقت شايفة الدور المصري الكبير والمتعاظم في المنطقة وبالتالي ده بيشجعهم اكتر على ضرورة الذهاب الى الصندوق ضرورة الذهاب الى الاقتراع واختيار اسم رئيس جمهورية مصر العربية للفترة القادمة بإذن الله ست سنوات من 24 ل2030 يدلنا جميعا العمر